جولة اليوم على المواقع والصعف العالمية كان العنوان الأبرز على أغلب المواقع هو الصدام الوشيق بين الأمم المتحدة وأوليات المتحدة من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى حول الأوضاع في غزة وعلى الواشنطن بوست كان العنوان الخاص بخبرها حول غزة الأمين العام للأمم المتحدة يناشد مجلس الأمن التحرك من أجل غزة مع دخول إسرائيل إلى خان يونس وذلك فيما يوصف بالمرحلة الثالثة من حربها على القطاع وفي واحدة من أكبر مدن الجنوب ويحاول الأمين العام الضغط على مجلس الأمن لتجنب كارثة إنسانية ومناداته بوقف إطلاق النار الفوري وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن تحرك جوتيريش يعد دعم لحماس في هذا التوقيت كما وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولجر تورك الوضع في غزة بينه مروع في بيانه الصادر أمس الأربعاء وقال فيليب لازارتي أيضا ورئيس وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين إنه كان هناك تجاهل صارخ لمباني الأمم المتحدة في غزة حيث تم قصف أكثر من 80 منشأة تابعة للأمم المتحدة خلال الحرب أما الولي سريت جورنال كان رأيت أن الأعمالات العسكرية في إسرائيل في خان يونس قد تضع إسرائيل والولايات المتحدة في مصار تصدمي حيث حضرت إدارة الرئيس الأمريكي بايدن من تفاقم الأزمة الإنسانية مع وضع إسرائيل مدينة خان يونس كهدف حيوي على المستوى الاستراتيجي والمستوى المعنوي والتي يشتبه في أن هذه المدينة كما تذكر الصحيفة هي المعقل الرئيسي لاختباء عناصر حماس وعلى رأسها قائدها يحيى الصنوار وتشير الصحيفة إلى أن انتصار إسرائيل والسيطرة على هذه المدينة قد يسمح لإسرائيل بمحاصرة عناصر حماس المتبقية ويؤدي بالطبع لإزاحة حماس من السيطرة السياسية والميدانية لقطاع غزة ويتعين على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت ستواصل شن حرب تقليدية ضد ما تبقى من قوات حماس أو يمكن أن تبدأ في التحول إلى عمليات محدودة للقوات الخاصة لاستهداف ما تبقى من خلايا حماس وهو قتال يحتمل أن يستمر لسنوات ويحظى بدعم الولايات المتحدة ولكنه يتطلب أيضا وجودا طويل الأمد يمكن انتقاده باعتباره احتلال ويشير التقرير إلى استخدام الولايات المتحدة وإسرائيل خطابا مختلفا حول أهداف الحرب حيث ركزت الولايات المتحدة على إنهاء حرك حكم حماس في السلطة بينما تحدث بعض المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك رئيس الوزراء بن يامين يتنياهو عن القضاء على الجماعة المسلحة وهو أمر بتعتبر واشنطن مستحيلا هناك أيضا بعد الاختلاف بين المواقف الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن مقدار المساعدات التي سيتم السماح بدخلها إلى غزة ومتى يتم التفاوض من أجل إطلاق صراح الرائن ومن بينهم ما لا يقل عن ثمانية مواطنين أمريكيين إسرائيليين مزدوجة جنسية وبيقول المسؤولين الإسرائيليون أن أهدفهم ستظل متوافقة مع الولايات المتحدة حتى لو اختلفت الرسائل في بعض الأحيان جريدة نيويورك تايمز وموقعها أفرادت نفس الموضوع مع التركيز على إجبار الغزيين على نزوح جماعي جديد بعد استجابة الألاف على حسب الصحيفة لأوامر الإخلاق التي أصدرتها إسرائيل للمتواجدين في خان يونس وركز التقرير على الأوضاع الإنسانية التي تسبب في صدام دائم في التصريحات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ووصفت أوضاع النازحين وصعوبة الحصول على أماكن أمينة للجوء إليها إضافة لاستضامهم بشح المتطلبات اليومية والمساعدات الإنسانية التي لا تتوفر في قطاع غزة بشكل عام وعشرت الصحيفة أيضا إلى تصريحات مسؤول المنظمات الأممية التي تمحورت حوائل زمية التوفير المستلزمات الأساسية في المناطق التي يتم الإخلاء السكان إليها ننتقل منها إلى صحيفة القدس وباب إسرائيليات على نفس الصحيفة كان عرض المجموعة من المقالات التي تعكس الشأن الداخلي الإسرائيلي مقال للكاتب جدعون ليفي من صحيفة هارتز بعنوان هكذا تنتصر حماس في معركة الوعي يرى الكاتب أن طريق التعامل حماس مع المواد الفيلمية والإعلامية على مدار الأيام الماضية حققت نجاح كبير بناء على أراء العديد من الخبراء وفي تصريحاتهم اتفقوا على أن هذا النجاح ملحوظ في استخدام وسائل الإعلام الإسرائيلية لهذه المواد وعرضها على منصتهم بدءا من الأعمالات العسكرية لحركة حماس في 7 أكتوبر أو تسليم الأسرة أو حتى العمليات التي تنفذها في مواجهة القوات حاليا وهو ما يمثل حرب نفسية محكمة سقط في فخها العديد من المحطات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية أيضا كما أن ظهور حماس بشكل إنساني في فيديوهات تسليم الرهائن الإسرائيلية ساعد حركة حماس على تحسين صورتها التي تدهورت بشكل كبير في أواري الأيام في أعقاب 7 أكتوبر ومستمرين على نفس صحيفة هارتس من صحيفة القدس ومقال الكاتب سافي إبراعيل يرى الكاتب أن في غزة يمكنهم توقع التغيير إيجابي في اليوم التالي للحرب وطرح سؤال ماذا عن إسرائيل حيث يرى الكاتب أن غزة يمكنها الأمل بأنه في اليوم التالي ربما ستكون هناك جهة حكومية تبدأ في صب حياة جديدة فيها أما إسرائيل في المقابل تعود إلى الحضن أنتن للحكومة التي جالبت لها الكارثة منذ شهرين وحتى قبل الحرب هم يبحثون عند الشمعة عن خمس أعضاء كنسة في الاتلاف الذين سيقومون باستجماع الشجاعة وإسقاط الحكومة لكن هؤلاء أيضا لا يوجد لديهم أي شيء ملح في البداية سنقوم بتشكيل لجنة تحقيق وننتظر نتائجها والردود والاستئنافات أيضا يجب استكمال الإنقلاب النظامي وبعد ذلك سنرى في اليوم التالي كل الحياة توجد أمامنا